بحديث عن زرهوني أنا عندي معلومة أن زرهوني هو الذي طردك من وزارة الداخلية لماذا طردك زرهوني؟ أنهيت مهمي في عهده لماذا؟ الظاهر أنه كان هناك مشكل بينه و بين تونسي الله يرحمه والله أعلم كل واحد يشكي بالأخر وأرسلت لتحقيق على تونسي في مسألة تونسي ثم قدمت التقرير تاعي كما رأيت وتونسي كونتراتاك جاء يحقيق على زرهوني في ملف من الملفات واشتعلت نار الحرب بينهما فكنت هشيمها خرجت وفي حق ذروي توقيف تحفظي فقدمت لأنني كنت جمالت لسنوات تعالى وتعبت من الضغوات خرجت لأنه شخصية ونفسية الرئيس المقبلة هم الجزائريين عندي معلومات أنك قلت كلام كبير بين قوسين لزرهوني ويلومك البعض بأنك متهور لا يقولوا لي بلا راسي خشين وثم في قصر الحكومة كانوا مسمين راسي خشين راسي خشين في الحق كانت عندي كلمة يقولها في الشرق يعتبرها الغرب يعتبرها عيب وأنا قلتها وحد خطرها لوحد الوزير وزير داخلية قلتها له في الهاتف لأنه قال لي بلي جوفي بالي بالي جوفير نمو منك نكن نصل لقصر الحكومة منك لأنك كنت رئيس دايرة مزير ونش كمارك مزيرني قلت له روح وتعرفوا هانتو قال لي كيف تقول لي هكذا قلت له قال لي راني وزير الداخل قلت له والله أنا مخليها غير الوزراء الداخلية هذه الكلمة قلتها باستهتار وكلش لأنه نشوف نقول لك منذ كنت أدرس إلى الآن إلى مصاري كامل على بلي باللي نقول لهم الراجل إن أحياني والراجل أديني ما كان لأن الله سبحانه عز وجل هو الذي يرزق هو الذي يمنع لا يتوصل بين الإيمان لليقينة الزمعة ونقولها في كل الأعلى لا تعتبر نفسك